بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معكم محمد الطناني وأهلا بيكم مرة تانية في قناة الطناني أكاديمي وهنكمل مع بعض إن شاء الله كورس Linux النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها Special Permissions نحن أخذنا Applicated Permissions اللي هي كانت عبارة عن Read, Write, Execute والPermissions دي كان ينفع نطبقها على إما User اللي هو Owner User أو Group اللي هي Owner Group أو O اللي هي Others أي حد غير الاثنين دول يعني ولا هو Owner, User ولا هو في Group Owner هو أي حد تاني وكنا عرفنا إن ال Read دي في الأكتل بنتديها رقم أربعة ال Write بنتديها رقم اثنين ال Execute بنتديها رقم واحد والأرقام دي كده بالمناسبة هي جات لإن ال X دي هي 2 قص صفر ودي 2 قص واحد ودي 2 قص اثنين ده ما أنت كنت عايز تعرف يعني جات مني ف2 قص صفر هي بواحد 2 قص واحد باتنين 2 قص اثنين باربعة طيب النهاردة بقى نتكلم عن حاجة اسمها Special Permissions ودي برضو عبارة عن ثلاث حاجات أول حاجة حاجة اسمها Set User ID أو S U ID الثاني حاجة حاجة اسمها Set Group ID أو S G ID الثالث حاجة حاجة اسمها Sticky Bit أو بنقول عليها برضو Sticky طيب الثلاث حاجات دول بقى هما سعب بيبقى ليهم تأثير على الفايلز وسعب بيبقى ليهم تأثير على ال Directories بمعنى ايه بقى؟ يعني أنا دلوقتي هشوف تأثير كل واحدة فيهم بالنسبة للفايل وبالنسبة لل Directories أول حاجة ال Set U ID هي بتعمل ايه أصلا؟ وتأثيرها بيبقى على الفايل ولا على ال Directory ال S U ID دي لو عندي كماند ولياكم مثلا زي الكماند اللي اسمه Password الكماند اللي اسمه Password لو جيت أغير بيه Password لأي يوزر هيقول لي لازم Root فيبقى الفايل ده أو ال Executable File ده اللي بيقدر يعمل له Run هو ال Root لأنه هو ده ال Owner بتاع الفايل ده طيب أنا لو سبتها كده أي يوزر هيجي يغير Password بتاعته هيروح كاتب Password Enter عشان يغير Password هيقول له أنت مالكش Permission لأن أنت مش ال Root فعملوا حاجة اسمها S U ID ال S U ID هيضيفوها على Permission بتاعت الفايل ده فأي حد يجي يعمل Run للكماند ده أو لل Executable File ده بدل ما يعمل Execute باليوزر بتاعه ده هيعمل Execute بال Owner بتاع الفايل يبقى هنا بالنسبة للفايل هيعمل Execute as the user own الفايل ده أو as the owner خليها as the owner يعني كأنه ال Owner بالزبط بالنسبة لل Directory ما بتأثرش على ال Directory خالص يبقى لو أنا عندي فايل عايز أي حد يجي يعمل له Run يتعمل Run مش بال Permissions بتاعت اليوزر ده اللي بيعمل Run لا عايزه يعمل له Run بال Owner User بتاعه يبقى هروح مديله ال Permission اللي هي S U ID على الفايل ده فأي حد يجي يعمل له Run هيترن باليوزر ال Owner بتاعه طب دي أول حاجة طيب تاني حاجة اللي هي S G ID دي هتفيدني أكتر في ال Directory يعني هي لها تأثير برضو على الفايل اللي هي نفس القصة لو ها Execute الفايل ده بدل ما يستخدم ال Permission بتاعة ال Owner أو بتاعة ال Group Owner يعني دلوقتي عندي User اسمه User One User One ده لما اتعمل اتعمله Group اسمها User One فلما يجي يقرأ أي فايل بدل ما يقراها بال Group بتاعته هيقراها بال Group Owner بتاعت الفايل ده برضو يعني ده User Root وال Group مثلا Root يبقى هيبص على Permissions بتاعت ال Group Owner بتاعته برضو يبقى نفس القصة بالضبط هنا بس مش مستخدمه أوه في الفايل هي هتفيدنا أكتر في ال Directory طب دي وظيفتها ايه بقى لو أنا عندي Directory Shared ما بين Department مثلا وليكن Developers عندهم Directory في ال Data بتاعته أو ال Data بتاعتهم كلهم ورح تمدي Permission لـ Developer Team أو ال Group اللي اسمها Div إنها يريد ورائت على الفولدر ده أو على ال Directory ده فأي حد جوه ال Group اللي اسمها Div هيقدر يكريات فايلز جوه بس هيبقى عندي مشكلة إن أي يوزر وليكن يوزر واحد ده هو موجود في Div لو عمل Touch الفايل هنا هتلاقي Permissions معمولة اليوزر ون وكمان يوزر ون ال Directory ده أقول له إن أي فايل يتعامل جديد عندك يبقى ال Permissions بتاعتك تورسها من ال Directory الأوب ده أو يبقى الجروب بتاعت ال Directory ده هي نفسها الجروب بتاعت الإيه؟ الفايلز اللي هتتعامل يبقى هنا ناخد سطر كده بالنسبة للجروب يبقى هنا الفايل أو الكرياتد فايلز جروب هتماتش الجروب اونر اوف دايريكتري يعني إيه الكلام ده؟ زي ما احنا قلنا هنا إن أي فايل هيتعامل جديد هيبقى الجروب بتاعته هي نفسها الجروب بتاعت الأولر طيب استيكي بدي بقى دي ملهاش تأثير على الفايلز دي بتنفعلي في ال Directory بتنفع في إيه بقى؟ إحنا اتفقنا إن أي حد معاه Write Permission على ال Directory هيعرف يعمل Remove لأي حاجة جوه ال Directory ده طيب ولياكم مثلا ال Div ده ال User 1 رح عامل فايل وكنت عامل SGID فالناس اللي معاه هيعرفوا يعملوا Edit على الفايل لإنه مش هيبقى الجروب بتاعته User 1 ده هيبقى الجروب Div بس في نفس الوقت طالما ليهم Permission على الفايلز أو على ال Directory ده نفسه هيقدر يمسحوا الفايلز دي فممكن حد يمسح الفايل بتاع حد فأنا مش عايز القصة دي تحصل فبعمل حاجة اسمها Sticky Bit على ال Directory اللي هو Div فمفيش حد هيعرف يعمل Remove لأي فايل جوه غير لو كان هو ال User Owner يبقى حتى لو كجروب يملك Permission على إنه هو يمسحه مش هيقدر يمسح الفايل ده يبقى لما عملها على Directory يبقى Only User Owner كان Remove ودي كده ال Special Permissions ولو جينا نمثلهم بالأكتل هنلاقي ال S U ID دي بتاخد أربعة وال S G ID اثنين وال Sticky Bit واحد طب بالطريقة السيمبوليك دي هتبقى U هزود لها S طب والجروب هتبقى S G هزود لها S طب وال Sticky Bit هتبقى Other هزود لها T يبقى دي كده عشان أعمل Permissions يبقى طبعا Change Mode وبقى يعمل U زائد S أو G زائد S أو O زائد T طب لو بالأكتل بالأكتل احنا اتفقنا مثلا لو هيبقى Directory Read Write Execute Read Write Execute Read Execute ده كده بالنسبة ل Dire One هيبقى المفروض كأكتل سبعة سبعة خمسة Dire One هزود بقى البت بتاعت ال Special Permissions قبل التلاتة دول يبقى أربعة يبقى أنا كده أقصد إن أنا هعمل S U ID أو اتنين يبقى أنا أقصد إن أنا هعمل G ID أو S G ID أو واحد يبقى إن أنا هعمل Sticky أو Sticky Bit لو كانت Zero يبقى كده أنا مش هعمل أي واحدة فيه طيب نشوف أمثلة كده بس عشان ما انتهش في حتة ال Special Permissions هنرجع كده للسيرفر بتاعنا نفتح ال Terminal ونكبر الفونت شوية أنا دلوقتي عايز أشوف ال Permissions بتاعة الكوماند اللي اسمه باسود طيب الكوماند اللي اسمه باسود أجيبه منين؟ أنا لو كانت Where is باسود هيروح أقيل لك فيه عندي حاجة في user bin اسمها باسود وفيه عندي حاجة في ETC باسود طيب إيه الفرق ما بينهم؟ احنا قلنا قبل كده إن ده File Text اللي هو فيه Database بتاعة الفايلز أو بتاعة اليوزرز إنما ده ده كده الكوماند أو البايناري فايل اللي أقدر أرن بيه الكوماند اللي اسمه باسود عشان أغير الباسود بتاعتي طيب أنا دلوقتي نسيت وعايز أعرف أنه فيهم البايناري وأني فيهم التاكست يعني عندي كده كوماند في في اللينكس اسمه File يعني أقول له File وبعد كده أروح واخد ده كده Copy أنا عشان أعمل Copy في الترمينال بعمل Ctrl-Shift-C مش Ctrl-C Ctrl-C بتCancel أو بتعمل Stop للحاجة اللي أنا بعملها يبقى هكتب File أخد دي Ctrl-Shift-C وبعدين Ctrl-Shift-V Enter هتلايه بيقول لي ده الفايل ده اللي في الباث ده هو Ascii Text هو نوعه Text طيب لو جربت بقى على الفايل ده أخده Ctrl-Shift-C بعد كده Active File وCtrl-Shift-V Enter هتلايه بيقول لي ده ده اللي هو في الفايل اللي اسمه Password اللي موجود في Bin في User أو في USR ده عليه Set UID ونوعه Executable يبقى هو ده الفايل اللي أنا عايزه خليه بقى نشوف الpermissions بتاعته ls-l هستخدم آخر حاجة استخدمتها أو آخر argument بAlt-Dot بعد كده Enter هتلايه لونه كده يعني أبيض ومتظلل بأحمر وهتلايه هنا الpermissions فيها s read write وبعد كده s ال-s دي اللي هي بتاعت ال-set ID أو ال-set UID وممكن تبقى s-small وممكن تبقى s-capital طب إيه الفرق لو قبل ما حطت ال-sticky bit دي كان فيه execute هتلايها s-small زي ما هي موجودة دلوقتي لأن احنا عرفنا ان الفايل ده هو executable فطالما s-small يبقى كده هو كان واخد execute وأنا زودت له ال-set user ID لكن لو هو كان فايل عادي وما كانش فيه executable أو ما كانش عليه permission executable هتلايها s-capital بس طبعا مش هيبقى ليها معنى لأن أنا حطتها عشان أعرف execute الفايل ده فده كده شكل ال-set UID طب بالنسبة بقى للgroup ID أو لل-set group ID في مثلا هنجرب ls-l أو dash ld بقى لأنه directory في عندي directory front جوه log اسمه journal لو دست enter هتلايه هنا برضو rwx بالنسبة للgroup r وبعد كده ما فيش w وبعد كده فيه s دي كده بتاعت ال-set group ID طب مثال بقى بالنسبة لل-sticky bit عندي في directory اللي هو temp ls-dash ld ls-temp enter هتلايه بيقولك إن read write execute users read write execute بالنسبة للgroup بعد كده read write t و t small يبقى تحتية برضو execute ده بالنسبة لل-others طب ليه؟ لأن التمب ده هو متاح لأي حد أي حد ممكن يدخل جواه فأنا لو كنت سايبه execute عادي كنت ممكن مثلا أجي أنا كأم طالاني أحط directory أو file جواه temp يجي أي يوزر زي user 1 يروح عامله delete لكن طالما فيه sticky bit يبقى owner user هو بس اللي يقدر يمسح الفايل اللي جواه ال-directory ده طيب حتة كمان بقى قبل ما ننفذ الكلام ده كده عملي احنا كده بس شفنا أمثلة هننفذه عملي عشان برضو يثبت معنا بس قبل ما ننفذه عملي هنحتاج برضو نعرف حاجة اسمها you mask أنا أي file أو directory بيتعامل جديد بيبقى حاجة اسمها أو بيبقى ليه حاجة اسمها default permission وبرضو نفس القصة بالنسبة لل-directory بيبقى فيه default permission بالنسبة للفايل ال-default permission هو 6 6 6 وبالنسبة لل-directory هو 7 7 7 طب ليه بقى هنا 6 وليه هنا 7 لأن ال-default في الفايل انه هو ما بيخلهوش executable ليه كsecurity يعني انت لو حاجة executable انت زود لها بأيديك انه هو executable ف6 دي معناها read or write يبقى read or write على الفايل read or write على الفايل بالنسبة للgroup read or write على الفايل بالنسبة للother بالنسبة لل-directory بقى لازم يكون معايا execute عشان اعرف اعمل cd لل-directory ده وعشان اعرف اعمل ls داش l عشان اعرف اشوف ال-permissions اقرى ال-permissions واعرف مين ال-owners والكلام ده فكده by default كuser وكgroup وكothers معهم read وwrite وexecute بس بس لو سبناها كده هتلاقي الدنيا معاك خلاص في الكنافة اي حد بيفتح اي حاجة واي حد بيمسح اي حاجة والدنيا سايبة على بعضه فعملوا حاجة اسمها you mask اللي هي حاجة اسمها user file creation mask ودي بتبقى عبارة عن قيمة موجودة في السيستم عندي يبدأ يحطها كmask لل-default permission ده او ده القيمة دي هي بتبقى مكتوبة كده 0022 طب ايه الكلام ده zero دي دي بتاعت ال-special permission اللي هي سواء set user id او set group id او sticky bit ودي بالنسبة طبعا لأول حاجة اللي هي ال-user ودي بالنسبة للgroup ودي بالنسبة للother ويبدأ يطرح ال-umask من default permission فكده اي حد هيعمل فايل هيقول لي طيب انت ال-default بتاعك كان 666 هحط تحته 022 الزير الاولين ده طبعا بتاع ال-special permission مش هنكتبه بقى دلوقتي لان احنا ما عندناش special permission في الفايل في الوضع الحالي لو فيه بقى طبعا هتحطها معك ما فيش خلاص هتشالها ويبدأ يطرح طب اما يطرح 6 نقص صفر ب6 طب 6 نقص 2 يبقى 4 6 نقص 2 يبقى 4 يبقى كده ال-default permission بالنسبة لأي فايل عندي هيبقى read write بالنسبة لليوزر وread بس بالنسبة للجروب وread بس بالنسبة للأثر نفس القصة بالنسبة للديريكتري انا عندي هنا 7 7 7 يوماسك 0 2 2 يبقى 7 5 5 اللي هي read write execute بالنسبة لليوزر او للأونر read execute بالنسبة للجروب read execute بالنسبة للأثر وعشان اعرف اليوماسك اللي موجود عندي دلوقتي بكتب الكوماند يوماسك على البرومبت بتاعتي يعني انا هنا دلوقتي لو رجعت للسيرفر وكتبت يوماسك enter هتلاقي بيقول لك 0022 فإنك كده لو عملت touch لتست فايل enter لو عملت lsdashl لتست فايل ده هتلاقي بي اهو واخد البرميشن ده read write read 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 ليه؟ لان احنا زي ما قلنا هنا كده اهو خد read write read read لان هما كانوا 3 ستات طرحنا منهم 022 بقى 64 اللي هي read write read 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 بالنسبة بقى لديه directory لو عملت mk dire test dire enter lsdashl لتست dire هنضيف d لان ده directory هتلاقي اهو read write execute read execute read execute ليه؟ لان برضو زي ما قلنا هنا هو كانت 3 سبعات طرحنا منه اليو ماسك بداني read write execute read execute read execute في طريقتين اغير بيهم اليو ماسك بقى في طريقة temporary وطريقة permanent لو انا عايز في السيشن دي بس اغير اليو ماسك بقول له يو ماسك بعد كده zero 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 two need يبقى انا كده هغيره من القيمة دي الى القيمة دي طيب enter كده لو كتبت يو ماسك عشان كتبتها غلط هتلاقيها اتغيرت معاه بس لو فتحت terminale جديدة او افلت دي وفتحتها تاني وكتبت يو ماسك هتلاقيها ما اتغيرتش ليه لان انا غيرتها حاجة temporary كده بس في السيشن دي هنعرف بقى ازاي نغيرها permanent بعد كده من الفايل نفسه طيب انا دلوقتي غيرتها على السيشن دي وخلتها zero 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 two تعالوا كده بقى نرجع هنا ونقول مثلا انا خلتها اهو zero 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 two او لقى zero zero two يعني دي كده لو انا كريدت فايل دلوقتي اول مفروض ستة 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 يبقى zero 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 two تحتها يبقى كده by default هيطلع الpermission بالمنظر ده ستة ستة اربعة يعني read write read write read وبالنسبة للديريكتري خلينا نبعد دي كده شوية بالنسبة للديريكتري هو سبعة 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 انا هحط zero zero two liumask يبقى سبعة سبعة خمسة اللي هي read write execute read write execute read execute طب تعالوا نجربها بقى كده انا غيرت اليumask اجرب اعمل touch test file two واعمل mk dire test file two وابدأ اعمل ls dash l test file two enter هتلاقى read write read write read طيب بالنسبة للديريكتري ls dash l d test dire two enter بقى read write execute read write execute read execute لكن قبل كده كان ده ال direkteria هو كان بيبقى read write execute لليوزر بس لكن ال group والother read وexecute والفايل كان اليوزر او ال owner read و write والother والجروب read بس فدي كده فايدة اليumask ان شاء الله بقى الفيديو الجاي هنعرف نغير اليumask كده بطريقة permanent ازاي لو محتاجينها ونجرب بقى امثلة عملي على set uid والset group id او gid والsticky bit اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية شكرا لكم وشكرا لمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وبركاته